هي السياسة التي ليس فيها ما هو ثابت من مبادئ فعدو الأمس يصبح صديق اليوم تتحرك عجلتها حسب ما تقتضي مصالحها ففي محاولة منها لكسر عزلتها السياسية التي تعيشها جراء الأزمة الخليجية تسعى قطر لتأسيس حلف جديد لتكسر من خلاله الحصار المفروض عليها والسعي إلى وساطة لجمع دمشق بأنقارة وزير الخارجي القطري محمد آل ثاني وخلال زيارته لبغداد عرض على الحكومة العراقية تشكيل ائتلاف دول خماسي يجمع الفرقاء والأصدقاء في تحالف واحد ويضم كل من قطر والعراق وسوريا وإيران وتركيا ويكون له دور في المنطقة المشروع القطري وجد له قبولا لدى كل من طهران وأنقرة أما دمشق فقد تكون هذه الخطوة بداية لعودتها إلى الساحة الإقليمية والدولية تمهيدا للرجوع إلى حضن الأسرة الدولية المحاولات القطرية هذه جاءت تزامنا مع ما تشهده الساحة السياسية العراقية من انقسام فضلا عن تزامنها مع الحملة التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعزل إيران دوليا وفرضها عقوبات على قطاعي النفط والطاقاء الإيرانيين وعلى صعيد آخر دعا الرئيس العراقي برهم صالح خلال أول زيارة رسمية له لإيران إلى إنشاء نظام جديد في المنطقة يلبي مصالح جميع الدول فيها ورغم أن الرئيس العراقي أكد على اعتقاده بأن لدى إيران دورا مهمة لتلعبه في هذا النظام الجديد إلا أن حديثه لم يتضح بعد ما إذا كان مرتبطا بالتسريبات التي تتحدث عن تحالف خماسي في المنطقة إلى ذلك أعلنت جهات سياسية عراقية متمثلة بالمحور الوطني ومنظمة بدر عن رفضها للمقترح القطري بدخول العراق في تحالف خماسي معتابرة أن دخول بغداد في هذا المحور ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة مؤكدين على ضرورة بقاء العراق بعيدا عن المشاكل الدولية ويكون حليفا للكل دون الدخول في سياسة المحاور ويرى مراقبون أن بيئة إقليمية جديدة باتت تتشكل يسعى العاملون عليها أن تكون صلبة ومؤثرة لمواجهة كل ما سواها من مشاريع مناوئة لها وقادرة على تثبيت مصالح أطرافها وحماية مكتسباتهم